لا يستغرب أهالي المغيبين قسريا في سجون الميليشيات أن تتجاهل الحكومات المتعاقبة مطالبهم بالكشف عن مصير أبنائهم لكن ما هو مستغرب أن تتجاهل المحكمة الجنائية الدولية الحديث عنهم ولو من باب استحضار ملفهم بعجالة المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية كريم أحمد خان يزور العراق ويلتق السوداني تزامنا مع تشكيل لجنة حكومية للبحث عن المغيبين من كاركوك في سجون كردستان العراق وحول هذا الملف دارت أجندات زيارة المدعي العام الدولي زيارة أثارت غضب أمهات المغيبين قسريا على يد الميليشيات بعد أن تجاهل كريم خان الحديث نهائيا عن المغيبين في سجون الميليشيات أثناء كلامه عن من سماهم ضحايا الإرهاب وتحميله تنظيم داعش وحده المسئولية عن ارتكاب الجرائم بعد عام 2014 وتتساءل أمهات عشرات الآلاف من المغيبين قسريا على يد الميليشيات الطائفية أما إذا كان تعبير الضحايا الذي يتحدث عنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لا يشمل الأبرياء الذين تم اغتيادهم من قبل عناصر ميليشيات طائفية معروفة لحكومة السوداني ولم يكشف عن مصيرهم حتى اليوم نشطون عراقيون يقولون بتهكم إن على المدعي العام الدولي مراجعة تقارير اللجان الدولية ومن بينها تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يتحدث عن نحو مليون شخص مغيب في العراق وكذلك ما أكده موقع ريليف ويب المعني بخدمات الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن جزءا كبيرا من عمليات التغييب القسري في العراق قامت بها ميليشيات الحشد وهذا ما دأب على كشفه قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق في تقاريره الحقوقية المتواصلة عن جرائم الميليشيات في القتل والتغييب والتهجير القسري وفي هذا السياق كشف مرصد أفاد عن معلومات تؤكد امتناع رئيس الحكومة محمد السوداني عن توسيع لجنة كاركوك وجعلها لجنة وطنية شاملة للوقوف على مصير المختطفين مبينا أن القرار الحكومي شامل أهالي كاركوك فقط ورفض السوداني شمول أهالي الأنبار وصلاح الدين وديالة ونينو وبغداد وشمالي بابل في حق العثور على المختطفين أو معرفة مصيرهم ترجمة نانسي قنقر